نضم علينا من تونس سيد بل حسن اليحياوي المحلل والسياسي يا سيد بل حسن جلسة البرلمان الليبي بالغد هل يكتمل النصاب برأيك؟ نعم مساء الخير أولا أعتقد أن الإشكال الأساسي فيما يخص الاستفتاء على الدستور ليس في اكتمال النصاب من عدمه بقدر الاتفاق على البنوت لمشروع قانون الاستفتاء فمنذ جلسة الثلاثين من الشهر الماضي كان هناك خلاف حول المادة الثامنة التي أتى بها مشروع قانون الاستفتاء والتي تنص على انتهاء عمل الهيئة المكلفة بسياغة الدستور إذا ما تم التصويت بلا على هذا الدستور في حين أن الإعلان الدستوري مخالف لهذا الأمر تماما الإعلان الدستوري في المادة الثلاثين من الفقرة الثانية الثانية عشر يقول أنه في حالة عدم تصويت الشعب الليبي على مسود الدستور تعاد هذا الدستور إلى الهيئة المكلفة بسياغته فأعتقد أن المسألة أن هناك خلاف أساسا حول قانون الاستفتاء قبل أن يكون هناك خلاف حول مسودة الدستور في حد ذاته اكتمال النصاب أعتقد أنه ليس هناك مهرب لدى الكتل السياسي الموجودة في ليبيا إلا أنها تنهي هذا الأمر أساسا وتمر إلى اعتماد الاستفتاء يعني اعتماد قانون الاستفتاء وعرض الدستور على الاستفتاء الشعبي وهو أمر يجب أن يتم الآن لأنه هناك تأخير أساسا للمواعيد المقترحة إذا كنا نزمع إجراء انتخابات في الشهر الثاني عشر من هذا العام أعتقد أن حتى أن الهيئة المكلفة بالانتخابات ليس لديها الوقت الكافي للاعداد اللوجستي والاعداد التقني الآن للمرور إلى انتخابات فعلية في نهاية هذا العام وفي حالة عدم المرور إلى انتخابات فعلية يعني أن هذه المرحلة الانتقالية ستطول ثم ستطول أكثر من اللازم أيضا طيب وهذا يستدعي حالة من حالة التوافق كما ذكرت سواء في المادة الثامنة أو في غيرها لكن سؤالي لك سيد بل حسن دعوة المشير خليفة حفطر لهذا الاتجاه وتهيئة المناخ السياسي وبالطبع الميداني لهكذا انتخابات تشريعية ورئاسية إلى أي مدى يراه الليبيون حسنة أو نقطة حسنة في المضي قدما بتجاه قانون الاستفتاء نعم دعوة المشير حفطر وغيره أيضا من الكتلة السياسية كما المجلس الرئاسي أيضا إلى اعتماد الاستفتاء والذهاب نحو انتخابات هو في الحقيقة ما يريده أغلبية أو معظم الشعب الليبي أصلا هناك نقطة واحدة هي التي عليها خلاف بين المكونات السياسية أو بين عموم الشعب الليبي وهو الانتقال من النظام البرلماني إلى نظام الرئاسي أو الرئاسي المعدل هذه هي النقطة الأساسية التي عليها خلاف حول مشروع أو مسود التدستور في حد ذاته ولكن هناك اتفاق ضمني من كل الكتلة السياسية بالذهاب إلى انتخابات واعتماد الانتخابات الآن الاختلاف هو على آلية الاستفتاء في حد ذاتها يعني آلية الاستفتاء حتى القوانين حتى مشروع القانون الخاص بالاستفتاء في حد ذاته يحمل مشكلة كبرى لأنه يقول أنه في حالة التصويت بلا لا يطلب من المستفتة لا يطلب من عموم الشعب الليبي توضيح لما لا يعني توضيح أسباب رفضه لهذا الدستور ويقول هذا المشروع أنه يعاد الاستفتاء في هضون ثلاثين يوما دون أن ندرك ما هي البنود الخلافية في مشروع الدستور حتى يمكننا تعديله وحتى يمكننا ترفحه على الاستفتاء مرة أخرى أعتقد أن الخلاف الأكبر حول الاستفتاء على الدستور من عدمه وليس هناك خلاف حول الذهاب إلى انتخابات بنهاية هذا العام شكرا جزيلا ضيفي من تونس أسد بل حسن اليحياوي المحلل السياسي أشكرك جزيلا على ما تفضلت به ترجمة نانسي قنقر